ورقة جديدة من قيمة 2000 دينار جزائري تدخل رسميا قيدة داول حبر المؤسسات المصرفية هذه الورقة سممها بنك الجزائري بمعايير أمنية دقيقة وتقنية ثلاثية الأبعاد الورقة النقدية الجديدة تهدف للقضاء على أزمة السيولة المالية التي خلفها وباء كورونا الجائحة الصحية التي عرفتها الجزائر أدى إلى ظهور ظاهرة طلب الغير العادي المطرد على الأوراق النقدية هذه الظاهرة أدت إلى نقص مدخلات البنوك من هذه الأوراق لذا بنك الجزائر ارتأى أنه من الضرورة إيقاف هذه المشكلة بترح هذه الأوراق في إنذر بش الله وكما قلت وستكون بش الله بكمية تفي المطلوب المعايير الأمنية الدقيقة أهم ما اعتمده بنك الجزائر في التصميم معايير من شأنها تصعيب عملية التزوير التي تطال العملة الوطنية الوسائل اللي ضفناهم هما باش يعني يمنعوا هذا الشيء لأنه كاين في بعض الأحيان لاحظنا بلي في الألوان في أمور كما هذي ربما يوقع تشابه لكن مع هذل الأمور اللي ازناهم ما نقولوش ربما مستحيل لكن نقولو المستوى أصبح أعلى لما يخليش يعني الأوراق المزافية جوز بسهولة باش يكونوا يعني الألوان اللي تتحرك هذي كلها يعني من المستحيلات يعني هذا ليجعل الورقة النقدية تأمين تحافي مستوى عالي فضلا عن وظيفتها باعتبارها أداة للدفع تصدر ورقة الألفين دينار جزائرية الجديدة لتنقل رموز الثقافة والتاريخ وحضارة الأمة الجزائرية ترجمة نانسي قنقر